أهلا بكم أصدرت شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية بيانا رسميا لتوضيح سبب أزمتها المالية مع أندية الدوري المصري المنتاز وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر رسميا منع شركة بريزنتيشن سبورتس من دخول مباريات الفريق بدءا من لقاء سموحة وأرجعت الشركة سبب أزمتها إلى قيام إحدى القنوات الفضائية بسحب استثماراتها بعد مرور عدة أسابيع من بداية الدوري وكانت قناة دي أم سي سبورت أغلقت أبوابها في يوليو 2018 لتنفرد قناة أون سبورت ببث مباريات الدوري وكأس مصر بجانب قناة نايل سبورت وهناك أنباء في تطورات هذا الملف على أنه نجحت الوساطات لحل هذه الأزمة الآن بين نادي الأهلي وشركة بريزنتيشن سبورت ولكن هل هذا ينفي أن المبدأ في إدارة هذه الصناعة صناعة كرة القدم فيها مشكلة بسبب محاولات الاحتكار هذا ما سأحاول أن أناقش مع ضيفنا من الدوحة الأستاذ محمد الجزار الصحفي الرياضي أهلا بك أستاذ محمد يعني بداية طبعا في آخر التطورات أنه تم حل هذه الخلافات اليوم بين نادي الأهلي والشركة ولكن إلى أي مدى نحن نتحدث هنا عن معايير واضحة فيما يتعلق بصناعة رعاية كرة القدم وإلى أي مدى تتحمل أو يتتحمل النوادي إذا جازت تعبير مزاجية الشركات الراعية اليوم للقنوات المختصة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا النادي الأهلي أصدر بيان قبل قليل وأعلن فيه أن تم التواصل مع شركة بريزنتيشن بشأن الأزمة وأن الأمور في طريقها للحل ودي طبعا خطوة كويسة وخطوة إيجابية أن الأزمة تنتهي مع الشركة الرعية وتمشي الأمور في نصابها الصحيح لكن أعتقد أن النادي الأهلي خرج من هذه الأزمة أيضا وجماهيره بقوة أن هناك مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب تعمل على مصالح النادي وتحافظ على أموال النادي وأعتقد أن هذا كان واضح جدا من خلال البيان شديد اللهجة بمنع شركة بريزنتيشن من حضور مباراة الفريق الذي يمتلك النادي حقوقها لكن أنا أريد أن أرجع لنقطة مهمة جدا من سؤالك وهي مسألة علاقة الأندية مع الشركات الرعية أو صناعة كرة القدم بالتحديد في مصر هل الأمر ده أو الأزمة دي الوساطات هتنسينا لب الموضوع وهو هل في مصر فعلا صناعة كرة قدم حقيقية وهل في مصر استثمار رياضي صحيح وحقيقي في مصر ورغم نفي توركي قال الشيخ رئيس نادي بيرامدز أن مش كل حاجة بيرامدز هي فعلا مش كل حاجة بيرامدز ولكن اللي حصل ده بيرجعنا خطوة كبيرة جدا لبداية دخول المستشار توركي قال الشيخ لمصر وقيامه بالاستثمار الرياضي عن طريق نادي الأسيوتي اللي تحول بعد ذلك إلى نادي بيرامدز ويمكن البيان اللي قالته كمان شركة بيريزنتيشن بيقول أن فيه خلل كبير جدا وأن فيه أزمة موجودة في مسألة الاستثمار الرياضي هناك نقطة هامة يعني عندما تتقدم شركة بيريزنتيشن في مبررات عدم دفعها لمستحقات النادي الأهلي تقول أنه بسبب شركة أو قناة دي أم سي سبورتس هي التي سمعني أفصد ألو أيوة سمعني أستاذ محمد يعني يبدو لدينا مشكلة إذن لأضع مشاهدين في تفاصيل هذه الأزمة بريزنتيشن سبورتس في شرحها لعدم دفع المستحقات للنادي الأهلي قالت بأن المشكلة أن قناة دي أم سي سبورتس كانت قد تعهدت بشراء الدوري لكنها أقفلت وانسحبت ولم تدفع المستحقات عليها ولكن ما هو مستغرب في هذه الحالة أن دي أم سي سبورتس ومجموعة قنوات دي أم سي وأيضا بريزنتيشن سبورتس هي مملوكة لنفس الجهة فكيف يمكن أن يكون هذا مبررا لهذا النوع من الخلاف يعني من يتخذ هذا القرار هو نفس المرجعية إلى حين أن يعود لنا ضيفنا الأستاذ محمد الجزار لحل هذه المشكلة في الصوت سوف طبعا أناقش معه هذه المسألة وعلى ما يبدو أنهم توصلوا الآن إلى حل لسنا ندري إذا كان الحل يقضي بدفع المستحقات أعود لك أستاذ محمد سمعني أستاذ محمد لسا مش سمعني أستاذ محمد الجهة التي تملك مجموعة قنوات دي أم سي ومنها طبعا دي أم سي سبورتس التي أغفلت وبرزنتيشن سبورتس هي مدارة ومملوكة من نفس الجهة فكيف يمكن أن نفهم هذا الخلاف أو هذا المبرر الذي قدمته برزنتيشن حول طبيعة الخلاف مع دي أم سي وعدم التزامها بالعقود التي كانت مبرمة معها نفهم من شركة برزنتيشن والقائمين عليها فارحوا كثيرا عندما دخل الاستثمار الرياضي كما يقال في مصر فبدأوا بدون دراسة صحيحة وبدون استراتيجية واضحة أن هم يزودوا عائدات البس بالنسبة للأندية ويزيدوا الأعباء المالية وكاهل المستحقات لكل الأندية من خلال عائد البس وده بيخلينا يقول أن صناعة الكورت القدم في مصر فيها خلل كبير جدا إزاي؟ لأن مسألة العوائد البس والبس التلفزيوني بيكون لها أسباب أنك تزود هذه العوائد وتزود هذا البس ليس مجرد فقط أن قناة التي كانت قناة النادي بيرامدز تاخد حوق بعد المباراة فتدفع مبلغ كبير فلما القناة أفلت أصبح فيه أزمة مادية لأن أولا الدور المصري بدون جماهير فمن ضمن الحاجات اللي ترفع عوائد البس أن يكون المنتج ده بتم تسويقه جماهريا بشكل كويس وأن ليه متابعة جماهيرية بشكل كبير وأن فيه جماهير موجودة في المدرجات فأصلا الجماهير مش موجودة عشان نقول أن فيه منتج وفيه صناعة قايمة بشكل صحيح وأن الأندية تستفيد مديا بشكل كبير لا هو أصلا في الأساس فيه خلل فهو تم الاعتماد على الفلوس أو المبالغ المدية وده على لسان مسؤولين شركة بيرامدز نفسهم أن قالوا أن الخلاف والأزمة كان بسبب نقل أحد القناة الفضائية لحقوق الدور المصري ودفعها مبالغ كبيرة فالشركة يأخذ من الحب جانب أو يستفيد من الخير الموجود دون دراسة واضحة ودراسة لأليات السوق وأن المنتج اللي نتكلم عنه أو نشتغل فيه أصلا هو منتج فيه خلل كبير جدا والعنصر الأهم اللي ينجح المنتج ده هو الجمهور مش موجود فأعتقد أننا رجعنا من البداية لنقطة الصفر والنقطة اللي دايما بنتكلم فيها يا جماعة ليس للإستثمار الرياضي بهذه الصورة ولا تدار الأمور بهذا الشركة توصيص محمد كيف تتأثر الأندية بهذا النوع من الخلل في إدارة هذه الصناعة؟ طبعا الأندية هتتأثر بشكل كبير ويمكن ده واضح من خلال الأزمة النادي الأهلي طبعا النادي قوي ونادي عنده إعلام ونادي عنده جمهور فإدران هو يواجه شركة بريزنتيشن اللي يمكن ما رددش على مخاطبات النادي الأهلي لو بصنا لمعظم الأندية التانية اللي يمكن ما عندهش نفس الإعلام القوي عند النادي الأهلي واللي قدر أن هو يمثل ضغط كبير على شركة بريزنتيشن اللي طبعا تخسر كتير جدا لما ما تكونش موجودة في مبارات النادي الأهلي فأعتقد أن أكيد نفس الحال بينطبق على باية الأندية وده برضو اللي وضحه بيان بريزنتيشن أن المساحقات المتأخرة ليست للنادي الأهلي ولكن لكل الأندية بلا استثناء يبدو أن شركة بيراميدز أيضا عانت من المصاريف الكتير جدا لحفل افتتاح أو حفل قرأة كاس أمم أفريقيا وأن يمكن نحتاجين سيولة مادية كمان عشان تنظيم بطولة كاس أمم أفريقيا فده برضو بيجرنا النقطة مهمة جدا أن يجب أن لا يتم حصر الجوانب التسويقية أو الرعاية على شركة واحدة أو شركة واحدة فقط هي اللي تدير هذا المنتج أو تدير هذه الصناعة لأن لو تم فتح المجال أن يكون فيه شركات أكتر وفيه مستثمرين أكتر ولكن بشكل صحيح نقدر بقى أن نحن نسوق للمنتج طبعا بشكل كويس نزيد عوائد البس ونزيد حاجات كتير تستفيد الأندية بشكل صحيح وليس بهذه الصورة اللي غلب عليها الجانب العاطفي أكتر من الجانب الاقتصادي أو الجانب التسويق أو الجانب العقلاني كمان وده اللي وصلنا دلوقتي للأزمة اللي كانت حصلة واللي تحلت زي ما بيقولوا كده بالوسطى أو بحب الخشوم زي ما بيقولوا في المنطقة الخالجية أشكرك جزيلا أشكرك لصد محمد الجزارة الصحفي الرياضي كنت معنا من الدوحة